موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من لم الشمل والبداية من العنوية موسيقى مرسيم نقل وتعيد بشار الاسد يعيد انتشار بحافظه في عدة مدن سورية وينهي تعيين عادل العلبي على محافظة دمشق وغسان خليل على محافظة الحسكة موسيقى بظروف غير عادية المركز الاوروبي يحذر من موجات جفاف طويلة الاثر والارصاد الجوية تحذر من درجات حرارة عالية على كامل الجغرافي السورية الأولوية في جمع الغلة السفارة السورية في بيروت تنشر بيانة تعليماتها الخاصة بزيارة المغتربين الفارين من الخدمة الزامية وقيمة الرسوم كانت هذه أبرز الملفات التي سنناقشها لكن لنبدأ أولا بجولة سريعة على أهم الأخبار المحلية في نشرة أحوال موسيقى موسيقى ألقت الشرطة المدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة القبض على امرأة متهمة بتفجير عبو ناسفة وسط مدينة رأس العين وقالت الشرطة في بيانة نشرت أن امرأة مجندة من قبل قسد لوضع عبو ناسفة داخل سوق المدينة وأنها اعترفت أثناء استجوابها بوجود عبو ناسفة ثانية معدل التفجير في منزلها كما إشار البيان إلى أن الاستخبارات ومكافحة الأرهاب التابعين للشرطة دهموا منزل المرأة وعثروا على العبوة وأبطلوها وأحضروها إلى مبنى قيادة الشرطة خارج أهالي قرية تنورية في منطقة القامشلي بمظاهرة على إثر وفاة طفل بالقرية نتيجة حادث سير تسببت به سيارة عسكرية تابعة لقوة قسد وقالت وكالة إعلام نظام سانا إن أهالي قرية التنورية تجمعوا بمشاركة أهالي من قرية مجاورة في مظاهرة احتجاجية على ممارسات قسد وضفت الوكالة أن المتظاهرين قطعوا الطريق العام بالإطارات المشتعلة ورشقوا سيرات قسد بالحجارة وسط دعوات لطردها من مناطقهم وإنهاء وجودها ومنعها من الدخول إلى قرى وبلدات المنطقة أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال تطبيق القانون يوروبول عن تفكيك شبكة إجرامية لتهريب البشر من بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي حققت أرباحا لا تقل عن سبعة ملايين يوروب وقالت الوكالة أنها أوقفت أحد عشر شخصا عشر منهم في بولند وشخص واحد في مملكة المتحدة بناء على مذكرة المائية وذلك في عملية أمنية عابرة الحدود كما أشارت إلى أن المتهمين هم من الجنسين الجنسيتين السورية والتركية وأنها عثرت على وثائق تثبت تورطهم كما صادرت مبالغ كبيرة من المال ومعدات الكترونية كانت بحوزته أرسلت رئاسة الهجرة التركية تعميما شديدا إلى أدارات الهجرة الموجودة في الولايات التركية بوجوب تحقق سيئي سيارات الأجرى من إذن السفر للأجانب الراغبين بالسفر بين الولايات التركية وبحسب ما نقله موقع مليات التركي فإن عدم امتثال السيئيقين للتعميم الجديد سيعرضهم لغرامة إدارية وفقا لقانون الأجانب والحماية الدولية وسيتم اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم بتهمة ما سماه تهريب المهاجرين تداولت صفحات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصورا يظهر فيه أحد أنواع الحيتان يسبح بالقرب من سطح البحر قبالة سواحل مدينة طرتوس أشارت الصفحات إلى أن هذه المرة الأولى التي يصل فيها هكذا نوع من الحيتان وبهذا الحجم الضخم إلى سواحل شرق المتوسط من جهته قال المحاضر في المعهد العالي للبحوث البحرية في جامعة تشرين لموقع أثر بريس الموالي أن رواية هكذا حوت ليست حالة نادرة وأن هذه الحيتان الضخمة تكون سابحة في البحر المتوسط حيث تقوم بالتكاثر هناك ومن ثم تعود إلى القطب الشمالي رفع الاتحاد الأوروبي شركة أجنحة الشام للطيران من قائمة العقوبات التي فرضت عليها عام 2021 لنقلها طالبي لجوء إلى مانسك ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد شطب أسم الشركة السورية من قائمة العقوبات الواردة في قسم الأشخاص الاعتباريين والمنظمات والهيئات يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض في الثاني من كانون الثاني عام 2021 عقوبات على 17 فرداً وأحد عشر كياناً لمشاركتهم في نقل طالبي لجوء إلى بيلاروسيا قتال نشرة أحوال لحلقة اليوم أما الآن فائلة ملفات الليلة ونبدأها بجملة المراسيم الجديدة التي أصدرها رأس النظام بشار الأسد في نقل تعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماء وترطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة وإعفاء آخرين مقربين إليه